تظاهر المئات من أبناء مدينة الحبيلين بمحافظة لحج اليوم تنديداً بانهيار العملة وتدهور المعيشي المتواصل وقالت مصادر محلية بأن مئات المواطنين والموظفين والجنود تظاهروا في الشارع العام استجابة لدعوات شبابية وطالب المحتجون الحكومة بصرف المرتبات المتوقفة منذ أشهر وبضع حلول عاجلة لإنهاء مسلسل انهيار العملة وارتفاع الأسعار وندد المتظاهرون بما أسموه بسياسة التجويع